السعودية والعراق السعودية والعراق مرحلة جديدة وتقارب جديد وتطلع لعلاقات تؤسس تاريخا مضيئا يجمع رؤية السيفين والنخلة بالنهرين الذين يرفدان العراق بلد التاريخ والثقافة والحضارة سنتحدث كثيرا عن العلاقات السعودية العراقية ومستقبلها القادم سياسيا وأمنيا واقتصاديا مع ضيفي هنا في الاستوديو والستاذ أحمد الركبان وهو الأكاديمي والمحلل السياسي المعروف أستاذ أحمد حياك الله معنا في عنا أهلا وسنحن حياك الله خمفرح اليوم كيف نقرأ؟ خلنا في الواقع يعني واقع العلاقات السعودية العراقية اليوم كيف نقدمه لستاذ المشاهدين والمشاهدات أولا بسم الله الرحيم مساء الخيار بك وينفرح ولي قناة روتان الخليجية وبرنامج جهالة المتميز العراق يعرف من هي المملكة العربية السعودية ويعرف إنسانية المملكة وأخلاقياتها وتعاملاتها الاجتماعية والسياسية مع العراق العراق بلد عربي أصيل من الصعب جدا أن تتخلى المملكة العربية السعودية عن بلد عربي ويعتبر من دول الخليج التي انضمت مؤخرا إلى هذا الكيان أعتقد أن العراق يجب الحقيقة أن يوقف معه في هذه المحنة وفي هذه المرحلة مر بأزمات كثيرة بعد رحيل صدام حسين رحمه الله إلى يوم أن هذا العراق يعاني من ويلات الظروف الاجتماعية والفاقه داخل العراق لم يكن بمنع أو بمخرج في وقت صدام حسين أن يكون العراق متعلم وموجاب حكم الحرب الإيرانية العراقية لكن حتى في عاد صدام كان العراق موجود وعاني ولم يكن بأحسن حال بلا شك اليوم خادم الحرمية الشرفية من أكسامة بعديز عهد على نفسه أن يقوم مع الدول العربية والإسلامية منذ توليه الحكم وخاصة سنحتفل خلال عسرة أيام القادمة والأسبوع القادم بتوليه الحكم في المملكة السويدية السنة السادسة على التوالي وهو ينظر إلى العراق نظرة أمل ونظرة تفاؤل ونظرة محب لهذا البلد الحكومة العراقية الحالية آتت للمملكة السعودية بقلب صادق وبنية صادقة إذا ما خرج العراق من ويلات التوغل الإيراني داخل العراق الذي كان سببه الرئيسي هو نور المامكي كما ذكرنا قبل قليل خارج الاستوديو وأن نور المالكي هو السبب الرئيس في إدخال إيران بهذه البشاعة وبهذه الصورة الكبيرة التي أثرت على الشعب العراقي وأثرت أيضا حتى على الديانات المختلفة داخل العراق أصبح هناك الحقيقة جرائم تتكب أصبح هناك تفجيرات أصبح هناك آمن غير مستتب ومن هذا المنطلق المملكة بسيطة التعامل مع العراق الجديد على أساس تعميره اقتصاديا وتعميره في البنية التحتية وكذلك أيضا فيما يتعلق بالظروف الاجتماعية أو المناخ الاجتماعي داخل العراق هذا إذا تسمح لأستاذ أحمد يفرض سؤالي كيف سيكون هذا التعاون ناجح خلني أسميها في ظل وجود هذا التغلغل الإيراني في الداخل العراقي الضمانات لا يمكن أن تحققها المملكة السعودية إلا إذا عملت الحكومة العراقية الحالية بوجود ضمانات على الأقل للعشر سنوات القادمة حفظ حقوق المستثمرين السعوديين حفظ حقوق الشركات المنتمية للمملكة السعودية للحكومة السعودية وكذلك أيضا لرجال الأعمال السعوديين أيضا لابد أن تكون هناك دول عظمى تضمن مثل هذا التواجد السعودي خاصة في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية فيما لو تفهمت هذا التواجد أعتقد قادرة على أنها تحمي هذه المشاريع تحمي هذه أو هذا البنية التحتية لتسعى المملكة السعودية إلى إعادة مكانة العراق الكبير كما يسمى في التاريخ العراق الحقيقي بلد لن يتعافى إلا بتحقيق الأمن وطرد وإبعاد التدخلات الخارجية خاصة من الإيرانيين ومن حزب الله الذي يمثل إيران في العراق وفي دول سوريا وفي لبناء لكن منطقيا كيف يستطيعون اليوم طرد أو عزل هذا التدخل الإيراني في الداخل ما الذي يجب أن تقوم به الحكومة العراقية اليوم تجاه هذه التدخلات حتى تحيدها وبالتالي تصنع علاقات مسالمة مع بقية الدول هو عدم الإنسياغ لما يمليه عليهم الإيرانيون هذا رقم واحد وهذا طبعا قد يكون فيه صعب بحكم أن الحكومة العراقية مختلطة ما بين الموالين للإيران والموالين أيضا للعراق الحاجة الثانية والأهم من ذلك الشعب العراقي يجب أن يتفهم أن الوجود السعودي هو خير لهم في العراق هذا يجب الحقيقة على الشعب العراق وتمنى الحقيقة من يشاهدين من العراقيين سواء كان داخل عراق أو خارج عراق يجب أن يتفهم ويتوعى أن المملكة العراق السعودية عندما تريد أن تدخل العراق فلا تدخل للمصلحة العامة تدخل للبناء تدخل للوفاق العربي الخليجي تدخل بيد السلام بيد الخير للعراق هذا واحد رقم أثنين الحكومة العراقية إذا ما أثبتت للمملكة العراق السعودية ولمجلس التعاون الخليجي أنهم قادرون على حماية مصالح دول الخليج في بناء العراق فإنه من الصعب جدا أن نؤمن هذه الاستراتيجية داخل العراق لكن ما يؤمن الحكومة الحالية الحقيقة وطرد وإبعاد وإقصاء نور المالكي وزبانيته أعتقد إشارة لدينا الأمل هناك تجارب خلال سنة هناك قراءات مستقبلية خلال سنتين القادمتين في ظل تولي الحكومة الحالية أعتقد أن الأمل موجود الشعب متفهم في غالبية متفهم وخاصة الشعب الذي يعيش خارج إطار العراق منهم يجعيشون في أوروبا ويتمنون أن تكون يد خادم الحرمين الشريفين والمملكة السعودية داخل العراق بدلما أن تدخل اليد الإرهابية المصنفة على مستوى العالم وفي الممتحدة إيران التي لا تحب الخير للعرب سواء كان شيعة أو سنة فهي لا تحب الخير للجميع جميل طيب اليوم أهم الملفات التي تتوقع أن يصير فيها تعاون واضح بين السعودية والعراق ما هي الأهم؟ الأهم طبعا هو المسألة البترولية تعرف أن العراق يعتبر ثاني دولة في العالم في الخزن الاستراتيجي للبترول للحفاظ على السوق البترول والحفاظ على أسعار وأيضا على التعامل مع أوبك كمنظمة عالمية هذا من أهم المشاريع التي تسعى لها العراق مع السعودية والسعودية سعى مع العراق في أيضا استفادة من البترول المحروق الغاز المحروق يستفيدون منه استفادة للعراقيين تشغيل اليد العراقية وتكثيف عمل أبناء العراق للقضاء على البطالة المشاريع الزراعية كما هو الآن موجود معاني وزير الزراعة والوفد الذي يمثل المملكة السعودية داخل العراق أيضا المشاريع الزراعية العراق يشتهر أيضا لكافة أراضي أنه يمتلك أراضي خصبة للزراعة لتنويع الأغنام ومصادر الثروة الحيوانية كذلك من أهم الملفات التي تفتح أيضا المسائل التعليمية والطبية في العراق هذا عامل مهم جدا المملكة السعودية من أولى دول العالم في الاهتمام في التعليم وفي الصحة وفي الطب الحفاظ على الشعب العراقي من مرض كورونا والمملكة السعودية دعمت دول عظمى كلندن وغيرها تدعم من باب أولى أن يكون العراق هم القلب الحاني لخادم حرم الشريفين الذي يسعى إلى أن تكون العراق آمنة طبيا وصحيا ومعنويا نعتقد هذه ملفات مهمة ثلاثة استراتيجية التعليم الصحة البترول الزراعة والمشاريع الزراعية كذلك أيضا إعادة البنية التحدية في المشروع القادم وهي إيجاد إسكان إيجاد طرق إنارة كل هذه الحقيقة تهتم به المملكة السعودية لكنها تأتي تباعا كذلك الطريقة الموصل ما بين المملكة السعودية والعراق عامل مهم جدا برية نعم إعادة هيبته كذلك أيضا المشروع أو النقل البري والجوي كذلك أيضا له عامل استراتيجي في إيصال منتجات العراقية الداخل المنكة السعودية والعكس كذلك كل هذه الحقيقة ملفات ضخمة جدا لكنها تحتاج إلى لقاعات متكررة مع المسؤولين السعودي والمسؤولين العراقيين فأعتقد إن شاء الله أنه في أمل في زيارة الحكومة العراقية الحالية لخادم الحرب الشريفية والسمون العهد عندما تتحسن الظروف من خلال مكافحة كورونا وتتهيأ الأسباب أعتقد المملكة هي ترحب بحكومة العراق وترحب أيضا بالمسؤولين العراقيين إذا ما هيأت الأسباب ووجدت الملفات كاملة فأنتوقع هناك اتفاقيات ضخمة ستوقع بحضور الزعيمين السعودي والعراقي جميل أخيرا سيد أحمد هذه الاتفاقيات التي من المتوقع أن توقع السعودية كما ذكرت أنها تمد دائما يد السلام والخير والعطاء وتبادر به ماذا يجب على الحكومة العراقية في هذه المرحلة كي تحافظ على نمو هذه العلاقات وضمان نجاح هذه الاتفاقيات طبعا حسن النية موجود لدى الحكومة العراقية الحسن النية موجود الحفاظ على هذه التقتل السعودي العراقي مسؤولية الحكومة العراقية أول حاجة أنها توثق دوليا عبر الأمم المتحدة الاتفاقيات التي توقع يجب الحقيقة أن تم مواشرة توثق عبر المنابر الدولية يجب الحقيقة أن لا تعطي فرصة للإيرانيين في العبث داخل هذه الاتفاقيات معنى أنه لا يفرض على الحكومة العراقية تسييس هذه الاتفاقيات أو على الأقل خلخلة بالاتفاقيات مشكلتنا الحقيقة خلني أكون أكثر صراحة نعاني في العراق من دولتين يعني اللي هي طبعاً إيران رأس الحية الكبرى وقطر مع الأسف الشديد هي تحاول قدما تستطيع العامة تدخلات القطرية كبيرة داخل العراق تدخل مع الحكومة العراقية السابقة مع بعض الساسة العراقية مع بعض أصحاب القرار المؤثرين داخل العراق مشكلتنا هنا أننا دخلنا في هذا العراق بنية سليمة بنية الصفاء بنية التقدير للعراق ولشعب العراق هناك من يدنس هذه النوايا ويحاول أن يشوش عليها سواء كانت من الحكومة العراقية من الحكومة الإيرانية عفواً أو من الحكومة القطرية هذه مشكلتنا الآن في مثل هذه الظروف أتأققى الحقيقة الحكومة العراقية جادة بصرامة عالية أن تحافظ على هذا التوافق السعودي العراقي وأتوقع بل مئة في المئة الحقيقة أن رئيس الوزراء العراقي الآن يضرب بيد من الحديث على كل من يخالف هذه الاتفاقية خاصة من الوزراء الذين لا يعلم الحقيق نواياهم ولكن حسب ما توصلت قبل قدوم الآن أن الحكومة العراقية لا ترتبط باتصارات مباشرة مع الحكومة الإيرانية ولا تتقبل منها أي أوامر في ظل مصلحة الشعب العراقي أتمنى أن نشهد اتفاقيات تؤسس لتاريخ بشرق بين البلدين شكراً جزيلاً لحضورك بعد في أهل ولكل هذه أرواح شكراً لكم شكراً لك هامر شكراً جزيلاً أتذكر بيت شعر لشاعر العراقي الكبير رحمه الله عبد الرزاق عبد الواحد يقول هو العراق فقل للدائرات قفي شاخ الزمان جميعاً والعراق صبي بعد الفاصل أتمنى